بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الموضوع عن نبات يبكي هذه الورقة من أحد النباتات التي زودها الله بجهاز خاص للبكاء فهي تفرز مادة دمعية عبر قنوات خاصة يتعجب العلماء من تصرف هذا النبات لماذا يقوم بهذه العملية وما هي الحكمة منها إنها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في النبات أليس الله تعالى هو القائل في كتابه المجيد يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنه أضحك وأبكى وهو القائل أيضا في سورة آية ثانية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم صراحة ما نقول له سبحان الله الذي جعل في كل شيء له آية تدل على أنه أنه الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار والله أعلم ترجمة نانسي قنقر